مزيد من الإجراءات الأمنية على حركة الطيران في الولايات المتحدة تكفيف لعمليات تفتيش طائرات الشحن وذلك في أعقاب الإعلان عن مصادرة طردين ملغومين كان في الطريق من اليمن إلى الأراضي الأمريكية اكتشفت الاستخبارات الأمريكية بالتعاون مع حلفائنا طردين كان معدين للإرسال إلى الولايات المتحدة وعلى وجه التحديد إلى معبدين يهوديين في شيكاغو وتم تحديد مكان الطردين في دبي وإيست ميدلنز في بريطانيا وقد أثبتت الفحوصات أن الطردين يحتويان على مواد متفجرة وقد خولت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطننا هذه الطائرة التي هبطت في مطار جون كينيدي في نيويورك كانت يفترض أن تحمل الطرد الذي صادرته سلطات دبي وقد قالت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن أصدرت أوامر لقواتها في الخليج بأن ترافق مقاتلات أمريكية طائرات الركاب المتجهة من الإمارات إلى مطار جون كينيدي والسلطات البريطانية من جانبها تقول أنها حجزت طردا كان يحتوي على مواد متفجرة وتقول وسائل إعلام أمريكية أن هذه المواد كانت أخفيت في صورة أدوات طباعة وشركة فيديكس التي توصف بأنها أكبر شركات الشحن جوا وكانت تنقل أحد الطردين قررت وقف عملياتها من اليمن وقد رجح مسؤولون أمريكيون أن يكون وراء هذين الطردين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خاصة وأن التنظيم كان مسؤولا عن محاولة تفجير لطائرة أمريكية العام الماضي قام بها النيجري عمر فاروق الذي قضى فترة في اليمن أحمد الشيخ بي بي سي